مهارات طيب خطوة لبعدها الهدف العام للبرنامج دوبة نكنا نتكلم عليه على مهارة السعادة او تطبيق باوتون اذا اكساب المتدربين مهارات في تطبيق باوتون اهو خلصنا يعني انت حتكتب هنا اسم البرنامج اللي تبغى هنا تكتب الهدف العام اللي دوبة نكتبنا قبل شوية ففي واحدة من الاخوة كتبت اكساب المتدربين التحفيز مهارات في التحفيز والدافعية امسح الكلام هذا كنترول اي اكساب المتدربين مهارات في الدافعية غدا في الدافعية واثارة المدرجة فمفتوح الملف تقدر تكتب الهدف العام اللي احنا دوبنا كتبنا هنا اللي احنا كتبنا هنا مهارات في تصميم الفيديو التفاعلي شوف كيف؟ خلصنا من الهدف العام ثم نتجه الآن الى الاهداف التفصيلية في نهاية البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرا علىه طب ما كفتني هذه الصفحة عادي جدا تضغط على هذه ماوس يمين تقوله تكرار دوبليكيت صارت صفحة ثانية اكتب كمان هداف ثانية الخطوة اللي بعدها او الصفحة رقم 13 بنهاية البرنامج التدريبي سيكون المتدرب قادرا علىه اذا تبغى تسويها بهذا الشكل سويها والله ما عجبتك على طول على طول دليت دليت كده مسحت كنترول زد ارجع مرة تانية في ناس تحب انه يكون الهدف التفصيلي هنا فوق الهدف كده مكتوبة هنا الجلسات هنا موزعة والكلام موجود لا وفي ناس يقول لا انا ابغاها كده زي ما تحب كل شي عندك موجود انا الديت كي الجلسة الاولى والجلسة التانية وكل جلسة مكسومة 30 60 30 30 300 دقيقة يعني خمسة ساعات يعني فقط تكتب ما يبغى لك شي جاهز الموضوع الهدف التفصيلية تكتبه هنا مرة تانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة